منكمل مع حضراتكو ومعانا سكايب ونروح شوية للرياضة معاكو مع الناقض الرياضي ومحل الكرة القدم العالمية أحمد غنيم عندنا حاجات كتير النهاردة يا أحمد تفاصيل كتيرة جدا تبعناها على مدار أسبوع أحمد صباح الخير صباح الخير عليك يبقى كل مشاهدي بردامك 8 صبح أحمد بداية طبعا هكلمك على المواجهة يعني مش عايزة أقول لي كنت مفاجأة بالنسبة لنا في النتيجة لكن سيناريو المباراة كان سيناريو ما بين الدرامي وما بين الجنوني الناس اعتقدت في الأول أنه ليفربول هينهي المباراة لصالحه بعد ما تقدم على ريال مدريد بهدفين إلا أنه السيناريو انقلب رأسا على العقب بتقدم ريال مدريد بخماسية لاثنين وإنهاء المباراة طبعا بالتأكيد يا مباراة يعني نتيجة تاريخية مرة ما حصلت في تاريخ ليفربول أوروبا أنه بيخسر خمسة على ملعبه في ملعب أمفلد في طول مشاره في تشامبينز ليج لكن المباراة يعني الحقيقة كان فيه عند زيما كما ذكرت يابا هو السيناريو كان متقلب جدا ليفربول الحقيقة يعني كان الخطأ كبير جدا بعد تقدم اتنين صفر لليفربول بهدفين داروين نونز ومحمد صلاحة الحقيقة أن مفروض ليفربول كان يكون يتمسك يعني في الخط الخلف في ملعب أكتر من ذلك لكن الحقيقة كان الأمر الغريب جدا أن الهدفين الأول والتائل الهدفين الأول والتائل ريال مدريد جيوم من هجمات مرتدة وهجمات سريعة رغم أن ليفربول كان هو المتقدم اتنين صفر ده كان أمر غريب جدا وعطا قد ديكت استراتيجية خاطئة من يورجين كلوب بمدارب ليفربول خاصة أنه أصلا بيعاني هذا الموسم على سعيد من منطقة الخط الدفاع ومنطقة وسط الملعب وأيضا برضو فيه تزافزل فيه مستوى أليسون بيكر حال ليفربول هذا الموسم للنسيان وبالتالي لا يعني الحقيقة الوضع كان قريب جدا شتتها طبعا يعني ريال مدريد وشخصية البطل استطاع أنه يخطف الانتصار والحقيقة كان يعني عامل الخبرة كان عامل مهم جدا من الكامعة لوكا مدرس 7-2 عام لكا ما شاء الله شبه في الملعب كريم بنزيمة هدفين فينيس الجونيور طبعا كان متقلق جدا حقيقة كله كتيبة ريال مدريد كان متقلقة وشخصية البطل شخصية كارل وأنشطات الخبرات كارل وأنشطات الحقيقة استغلت طبعا الحالة السالة بيعاني منها ليفربول هذا الموسم أعتقد هذه المباراة كشفة جدا لموسم ليفربول الكارسي بشكل كبير جدا سهل أنه يعود في مباراة العودة؟ يعني ده برضو الأشار ليه يورجن كلوب والناس كلها استغربت من تصريحه ده أنه هو بيتكلم على ريومونتا ده بص يا هابا ما فيش مستحيف في كرة القدم الموسم الماضي على سبيل المثال بس دي واقعية في واقعية يعني هو الموسم الماضي على سبيل المثال ريال مدريد كسب بتشيلسي في ربع النهائي في ستانفورد وريتش في لندن 3-0 لكن في العودة كان مغلوب 3-0 لكن بعكس طال عودة وبقت النتيجة 3-2 وهو اللي صعد فكل أمور تبقى مفتوطة كرة القدم ما فيش مستحيلة كان الواقعية وكل شيء ريال مدريد ده هو خلاص يعني 99 أنا يمني أوي في المباراة دي تقلق محمد صلاح وكسروا الأرقام جديدة والله إبص يا هيب عشان أكون صريح معاكي آه يا ديم ممكن النقطة المضيئة شوية بموضوع محمد صلاح لكن للأسف الهزيمة يعني غطت على كل الأرقام الكلاسية صلاح هو الهدف التاريخ ليفربول في كل المسابات الأوروبية ب42 هدف صلاح هو أكتر لاعب صنع أهداف في تاريخ ليفربول في دورة أبطال أوروبا بـ 13 هدف صلاح هو الهدف التاريخي اللي عامل أفاركا في الشامبززي بـ 44 هدف بالتساوى معدد يد رجبة كل هذه الأرقام للأسف الشديد طبعاً يعني اختفت بسبب النتيجة الكارثية والسهائية جداً ليفربول اللي بتكشف موسم ليفربول اللي أعتقد المشكلة نسبة الأرقام دي وبدأت تتكلم أنه عقدة محمد صلاح تتوطت مع الريال يعني عارف يعني على قدر ما أنت عندك أرقام كتيرة أو يوم المسكين في حتة قد كده ده حقيقي بالفعل ولي محمد صلاح التاني مش عارف يكسب ليفربول مش عارف يكسب ريال مدريد وحظه أمامه الحقيقة متعسر جداً نتذكر نهاية الموسم الماضي نهاية شامبينز ليج ست فرص محققة كستة تزيادات على المرمى تصدى لها جماعاً تيبو كورتو وعمره ما حصلت في تاريخ مباراة نهائية لدولة أبطال أوروبا ولكن هذا هو حال كرة القدم سريعاً جداً يهيب أريد أن أشير هذه المباراة كشفة لموسم ليفربول ليفربول عليه عاملية إعادة بناء حتى لو يورجن كلوب طبعاً مستمر وهو متوقع أنه يستمر في تدريب ليفربول لكن محتاج عاملية بناء بصورة كبيرة جداً في جميع الخطوط لأن ليفربول بهذا الشكل الموضوع يبقى صعب جداً في الموسم المقبل وجامهيرو لانت يعني تتقبل ما حدث يعني لأن هذا الموسم نحياني موسم كاريسي نتكلم بكل ما تحمل الكلام بمعنى وبالتالي جماهيرو لانت تتقبل تكرار ذلك في الموسم المقبل طيب هل كانت بالنسبالك نتيجة واقعية فوز مانشستر يونيتد على برشلونة في الدور الأوروبي؟ نتيجة واقعية مانشستر يونيتد الحقيقة بيجني سمار القرار الشجاع من إيريك تينهاج باستبعاد كريسيا رونالدو وفرد حالاً من انضباط داخل الخرمة في تخلع الملابس شفنا ده ظهر بشكل واضح جداً بعد انتهاء فترة التواقف بسبب طبعاً اقوامة نهاية كاس العالم ماركوس راشورد متواقق بصورة كبيرة جداً الفريق الحقيقة بيقدم مستوىات رائعة مع اعتراف وهنا بقى هنا الفرق يعني الحقيقة لإيريك تينهاج معترف ان الفريق بيحتاج مثيل يعني رغم النتاج المثالية منذ العودة من فترة التواقف كاس العالم منشستر يونيتد لكن إيريك تينهاج مداري منشستر يونيتد معترف ان الفريق لسه عنده نواقص محتاج تدعمها في المركات والصيف المقبل لكن انا كنت متوقع هذه النتيجة انا بفوجة نظري ان برشلونة حتى الان عنده مشكلة كبيرة جداً تحت كيادة شافير نالس في التعامل مع مواجهات الفرق البطلاء الأوروبية اه باري منخ الموسم الماضي وهذا الموسم مكسبش قدام انتر ميا ان هذا الموسم مكسبش في التشام بوزيج وحتل مركز تلت وراح لليوروباليج في اليوروباليج القرعة لم تكن رحيمة بيه اوقعاته قدام مانشستر نيتد تعادل في الزهار في كام بنو وخسر فيه اولترافورد بالامس وبالتالي مرشلونة عنده مشكلة كبيرة لعمصطات البطلاء الأوروبية والمشكلة الاكبر هي بأن حتى مرشلونة لو خادت دوري الأسباني هذا الموسم نظراً ان الفرق حالياً تم النقاط اللي بتطبيقه رابط الدوري الأسباني وبتطع لك بتدعمات لان برشلونة بهذا الهذا 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 الحالي اللي العبين ونامي الصد يقطع معاك اه سمع ليك انا كويس؟ اه سريعاً اقولي عشان عايز انتقل بقى لبعض الانتقالات اوكي اوكي اه سريعاً جداً برشلونة اعتقد عنده مشكلة كبيرة جداً فيما يخص القانون اللي عمل ماني النظيف وبالتالي ان هو يعمل تدعمات التخليق قادر على العودة لمنافسة بقوة على المستقل القري هكون عنده ازمة كبيرة جداً لانه بالفعل عنده ازمة مالية كبيرة جداً تتعلق بقانون اللي عمل ماني النظيف مع عشد الدوري الأسباني طيب كلام كتير على صوفيان ام رابط على الرغم انه جماهير فيورنتينا بتهجمه بشكل كبير جداً وحملته الهبوط في مستوى الفريق في الفترة الاخيرة الا انه هناك حديث معامل برشلونة وليفر بول انه هما يعني ينضم ليهم صحة الكلام ده ايه وايوم اقرب لصوفيان ام رابط صوفيان ام رابط يا هيبة بصورة واضحة جداً هو كان قريب جداً من يعني يعني مش كان قريب لكن برشلونة حاول ضمه في اخر ايام المركات الشتوي لكن طبعاً نظراً للظروف المالية لبرشلونة كان عايز يضمه اجازة اعارة جافة بدون اي دفع اي اموال اه اه في رونتينة رفضوا من مشترط بيعهم بشكل انهاية مقابلة اربعين مليون يورو سوفيانهم رابط بالنسبة للجولة جداً ده حتى بعد تقلقه في المونديال اه بعد تقلقه في المونديال كان فيه تمام من ليفر بول وبرشلونة حاول ضمه لكن المشكلة ان ليفر بول طبعاً برضو عنده نفس المشكلة المالية اه عنده حد شواف يعني واضع حد معين فيما يخص الانفاق على الصفقات برشلونة طبعاً عنده مشكلة ضخمة جداً فيما يخص قانون اللعب المال نظيف المطبق من رابط الدورة الاسبانية وبالتالي هم دول نادين اكتر من لي كان مهتمين بسوفيان باركا فيه كم قادرة عن اتليتكو مادريد لكن انا اعتقد سوفيان مرابط نظراً كمان انه بتعرض لانتقالات حالية من جامير في رونتينة لانه هو الحقيقة مستوى هبط بسبب طبعاً انه هو لم يرحل كان رغبته انه كان يرحل في المركات الشرط الماضي لم يرحل مستوى هبط وبتعرض انتقالات من جامير في رونتينة فانا اتوقع انه سيرحل في المركات الصيف المقبل الى اين انا اتبنى ان يروح ليفربول اللي الحقيقة مش برشلونة لانا اعتقد ان ليفربول محتاج لعب بكوالية السوفيان مرابط اكتر بكتير جداً من برشلونة طب وجهة نايمر احترنا من كتر التقارير اللي خرجت في الفترة الاخيرة على وجهة نايمر فترة الاخيرة هو اصبح من المؤكد انه هو لن يستمر مع البي اس جي فعلاً لا مؤكد دي ما اقدرش اقول انه مؤكد لان بحسب كل المصادر الموسوكة حتى ان لسه مش عارفين هيحصل ايه في المركات الصيف المقبل ميسي نفسه الموضوع اصبح غامض جداً اه صحيح ان ميسي يعني تشابير ناندز المح في المؤتمر الصحفي الاخير انه مرحباً بميسي في بيته القديم بالزبط يا هيبه بالزبط قال كده نصاً بس اعتقد ميسي انه يرجع لبرشلونة دي برضو امر صعب ويكاد يكون يقترب من الاستحالة ليس مستحيل لكن يكاد يكون اقترب من الاستحالة بسبب ظروف برشلونة المالية صعبة جداً وقانون اللعب المال النظيف انه حتى لو ميسي راح مجاناً مشكلة الراتب بتاعها تبقى مشكلة كبيرة جداً لانه يعتمد رات الدول الاسمالي لانه يعتمد العقد الجديد لميسي وده اصلاً كان سبب رحيل ميسي في صفح عشرين واحدة وعشرين نعود لي نمار سريعاً انا بفوق نظر نمار يعني حتى الان الموضوع غامض جداً مش عارفين هيمشي وانا مش هيمشي لكن الاكيد هو عقده مستمرة لعشرين سبعة عشرين وبياخد راتب يعني بيقترب من الاربعين مليون يورو في السنة اه فاعتقد ان المسألة رحيله وان وجود نادي يدفع عليه هزا الراتب الضخمة يكون امر ليس بالسهل خاصة النيمار دلوقتي عدى سن التهاتين وبالتالي برضو كان هو لعب كثير الاصابات في الفترة يعني موزو رحيل بريستان جيمان كل شهر فبراير بيتصاب بيتلقى اصابة غريبة جداً فانا اعتقد ان النيمار رحيله لن يكون بالامر السالي كما توقع البعض انا والله اكتر حاجة استغربت لها في اصابات نيمار لما اصيب في الظهر ونزل بعدها بشهرين نيمار الحقيقة انا فعلمت استفعاءة نيمار موهبة رائعة جداً هو واحد من امر اللي عميه على مستوى العالم لكن نيمار الحقيقة يعني عقليته هي اللي خلته انت فاكر الاصابة لانا بتكلم عليها دي اغو نيم لما قالوا مشكلة في الفقرات ومش عارفها يعني دي ممكن تقعدوا من الكرة وبعدين فجينا لقينا نزل الماء بالضبط بالضبط انا فاكرها كويس جداً وكانت مع البي اس جي انا يعني نيمار الحقيقة اعمليه عن تستفهام على يعني سلوكه الزهني نفسه القصرة الاحديثة يابه في الفترة الاخيرة عن موضوع ان هو مهتم جداً بلعبة البوكر وان هو ممكن يحترف لعبة البوكر وفيه كلام في صحاف فرنسية يعني نموذج يعني معادل طيب غنم راموس واعتزاله الدولي دي برضو حاجة لازم نشير لها خاصة البيان اللي هو اصدره وقال انه المدير الفني للمنتخب الاسباني قال له انت حتى لو اللعبت كويس مش هضمك للفري الاسباني حسب البيان اللي هو طلعه على صفحته على تويتر بالزبط البيان حقيقة كان بيان صريح جداً حتى يعني هو تذكى او استشهد به ميسي ومودرش ان هم بلعبوا بيتقلقوا في سن كبير جداً وانه الموضوع المفهول ملوش علاقة بالسن ليه علاقة بالأداء والعطاء في الملعب انا متطفق حقيقة مع راموس ان الموضوع يكون ليه علاقة بالأداء ليس له اي علاقة بالسن على الإطلاق فانا بفوجة نظري ان راموس حقيقة ظلم واحد اسباب ظلمه الرئيسي الحقيقة مش المدرب الحقيقة للمنتخب الاسباني لكن لويس انريكي هو اعتقد من قطع شعرة معاوية بين راموس وبين منتخب الاسباني لكن بالتأكيد راموس يبقى واحد من اهم اللاعبين في تاريخ منتخب اسبانيا من الكلام يبقى في اعتقد ان ان شاء الله نتيجة ايجابية باذن الله لانه احنا من خلال متابعتنا لالكواليس والتدريبات ابتدينا انا اشعر كده ان الزمالك استطاع ان هو يلملم الاوراق وعنده دوافع قوية اه تفضل اه بس ايبقى اريد اشارة النقطة سريعة جدا نتائج الفرق المصرية في البطاطة الافريقية ونتائج منتخب مصر للشباب جرس انظار لان ما حدث في اه لان نقف ولا فريق مصري في اشكرا جزيلا ونتمنى وقفة حاسمة من الاتحاد المصري لكرة القدم مع النتائج اللي احنا بنشوفها وده لصالح المنتخبات القومية هروح مع حضراتكو الى موضوع